أنا لم أتصرف وفق أهوائي الشخصية أو السياسية كما يفعل من يغيرون أراءهم إنما أنا أتبع أحكام الدستورية والالتزامات الموجودة عليك رئيس المجلس وفقا للائحة أيضا في حكم المحكمة الدستورية الصادر في 3 مارس 2021 يقول إلا أنه بعد أن استحدثت المحكمة الدستورية منذ ما يقارب 50 عاما كجهة قضائية لمراقبة دستورية في القوانين واللواح وتفسير النصص الدستورية رؤية أن يؤهد إليها بهذا الاختصاص في قانون إنشائها كما عهدت دول كثيرة بهذا الاختصاص للمحاكم تقديرا بأن عملية فحص الطعون وتحقيق صحة نيابة الأعضاء هي في الأصل مهمة قضائية مهمة قضائية لا تفترق عن غيرها من الاختصاصات القضائية تستدعي في هذا الصدد بحثا وتدقيقا وما يقتضي ذلك من وجوب التحلي بنزاهة القضاء وتجرده وحيدته وعدم التحييز بعيدا عن المؤثرات السياسية حتى لا يبقى هذا الاختصاص بيد المجالس النيابية أداة سياسية بقبول الطعن أو رفضه لسبب واحد بحسب ما إذا كان المطعون فيه خصما أو نصيرا وهذا الكلام صحيح 100% إذا ترك هذا الأمر للمجالس النيابية وترك للتصويت سين من الناس وصاد من الناس يرتكبوا نفس الجرم ونفس الخطأ وتصدر عليهم نفس الأحكام سين نصير وصديق ما أسقط عنا العضوية صاد خصم أو لا نتفق معه نسقط عليه العضوية وبالتالي لا يستقيم هذا الأمر مع العدالة فالأمر ببساطة العضوية باطلة لن تخضع للتصويت ليس بمزاجية الرئيس إنما بقوة الدستور من لديه وجهة نظر أخرى حقه من لديه يريد أن يوثق رأيه حقه لكني أقول التصويت في حالة جمعان الحربش وليد طبطبائي كان قبل المادة 16 ما يعرض من فيديو مجتزع بعد المادة 16 أنا أعلنت الخلو ثم أعطيت فرصة لمن عنده اعتراض على الإجراءات ونفس الشيء هذا الأمر سيكون موجود ومن حق النواب أن يسجلوا تحفظهم واعتراضهم على الدستور على الأحكام على قوانين الدولة كل واحد وشأنه إنما تطبيق الأحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية هو واجب وأصلا لو لم أطبق أو من لا يطبق الأحكام القضائية وفقا للمادة 58 مكرر من قانون الجزاء يعاقب بالحبس والعزل وما إلى ذلك بالتالي العملية واضحة المنازعة الدستورية والقانونية لست طرفا فيها ولا النواب أطراف فيها ولا المجلس طرف فيها بعيدا عن الأمور السياسية الأخرى من لديه أمور قضائية إشكال حكم آخر شيء يوقف هذا الحكم أستلمه وأنفد لكن ما يوجد لديه الآن هو حكم محكمة الدستورية مذيل بالصيغة التنفيذية أيضا هناك مقال أو يشتزق مقطع يقول أن مرزوق الغانم قال المجلس يعلن وليس الرئيس منفردا صحيح هذا الكنام أنا قلت عند وفاة المرحوم نبي الفضل بأن المرحوم الأخرافي أعلن عن خلو المقعد في الكلمة الافتتاحية وهي ليست جزء أصيل من الجلسة العادية وبالتالي عاد الخلو دون تصويت وأيضا في موضوع المرحوم نبي الفضل الإعلان لا أستطيع أن أعلن عن خلو المقعد هنا في البوديوم أعلنه في الجلسة وهذا هو إعلان المجلس لكن أعلنه دون تصويت